التهيئة لفصل الأحد عشر الأشكال الهندسية أجب عن الأسئلات الآتية اكتب عدد الأضلاع وعدد الزوايا في كل شكل مما يأتي هذا أول شكل فلنبدأ بالأضلاع لدي ضلع اثنان ثلاثة أربعة إذن أربعة وأضلاع أما الزوايا فلدي واحد اثنان ثلاث أربعة أربعة زوايا وهذا الشكل الثاني فلنبدأ بالأضلاع لدي واحد اثنان ثلاثة ثلاثة أضلاع أما الزوايا فلدي واحد اثنان ثلاث ثلاثة الزوايا وهذا الشكل عدد أضلاعه واحد اثنان ثلاثة أربعة أضلاع والزوايا فلدي واحد اثنان ثلاثة أربعة أربعة زوايا استعملي الشكل أدناه لحل المسألتين أربعة وخمسة السؤال الأربعة يقول ما الضلع الذي طوله يساوي طول الضلع ألف باء أين الضلع ألف باء؟ هذا هو الضلع ألف باء ما الضلع الذي طوله نفس طول ألف باء؟ تلاحظ أنه هو هذا الضلع جيم دان هذا أقصر وهذا أقصر إذن الذي يساوي ألف باء هو جيم دان فالجواب هو الضلع جيم دان السؤال الخمسة من النقطة التي يلتقي عندها الضلعان بأجيم ودالجيم هذا بأجيم وهذا دالجيم يلتقون عند النقطة جيم إذن النقطة هي النقطة جيم سؤال ستة يريد يوسف أن يرسم مثلثا له ضلعان متطابقا أرسم مخططا لهذا المثلث إذا أردنا أن نرسم مثلثا متطابق الضلعان نبدأ بالقاعدة وبعد أن نرسم القاعدة نقيس طولها ونحدد نقطة المنتصف نقطة المنتصف هنا ستكون هذه النقطة ثم نقيم عمودا من هذه النقطة بهذا الشكل مع العلم أن هذه زاوية قائمة أو زاوية 90 والآن من أي نقطة من هذا العمود إذا اخترنا هذه النقطة مثلا ونوصل بخط إلى طرف هذه القطع المستقيمة ومن نفس النقطة نسم خطا إلى طرف القطع المستقيمة نحصل على مثلث متطابق الضلعين سيكون هذا الضلع مطابق لهذا الضلع وحتى إذا اخترت نقطة أخرى مثلا اختر نقطة هنا ورسمت الضلعين سيكونان متطابقان أو هنا ورسم الضلعين سيكونان متطابقان سم الزوج المرتب الذي يمثل كل نقطة من النقاط التالية النقطة الأولى عين أين عين هذه هي؟ انظر على محور السينات إذا سقطنا عمود من عين على محور السينات نصل إلى الواحد فإذن الإحداث السيني بواحد ثم من عين نسقط عمودا على الصاد إحداث الصادي بثلاث الثانية ميم أين الميم هذه هي؟ إذا سقطنا عمود على السين نصل إلى ثلاثة إذن الإحداث السيني بثلاثة سقطنا عمود على الصاد نصل إلى خمسة إحداث الصادي بخمسة الهاء هذه الهاء نسقط عمود على محور السين نصل إلى أربعة وعلى الصاد نصل إلى الأربعة أيضا إذن أربعة وأربعة اللام هذه هي على السين نصل الخمسة على الصاد اثنين اذا خمسة واثنين